كلام له عليه السلام وقد سأله ذعل باليماني هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام أفأعبد ما لا أراه فقال وكيف تراه فقال عليه السلام ويلك يا ذعلب لا تراه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان معروف بالدلالات منعوت بالعلامات لا يقاس بالناس ولا يدرك بالحواس يا ذعلب إن ربي قريب من الأشياء غير ملامس بعيد منها غير مبايئين متكلم لا برويا ظاهر لا بتأويل مباشرة متجل لا باستهلال رؤيا بائن لا بمسافة غريب لا بمدانات مريد لا بهمة صانع لا بجارحة درواك لا بخديعة لطيف لا يوصف بالخفاء كبير لا يوصف بالجفاء عظيم العظم لا يوصف بالعظام جليل الجلالة لا يوصف بالغلب سميع لا يوصف بآلاء بصير لا يوصف بالحس رحيم وان لا يوصف بالرقاء قبل كل شيء فلا يقال شيء قبله وبعد كل شيء فلا يقال له بعد هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها موجود لا بعد عدم فاعل لا باضطرار مقدر لا بحركة لا تحوي الأماكن ولا تضمنوا الأوقات ولا تحده الصفات ولا تأخذه الصنات سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزلوه كان ربان إذ لا مربوب وإلها إذ لا مألوه وعالما إذ لا معلوم وسميعا إذ لا مسموع تعنو الوجوه لعظمته وتجب القلوب من مخافته وتتهالك النفوس على مراضيه ترجمة نانسي قنقر أموه ترجمة نانسي قنقر